أجد في حياتك أستاذ إبراهيم هيك لمحة طبيعة حلوة و أنت ما قربت عليها و أنا أقصد بسؤالي موضوع سويسرا على ما أعتقد كل واحد في حياته ممكن يمر ل خلينا نقول مشاكل معينة و مطبات معينة على كل حال فترة من الفترات و كأنه قدم لك دعوة لكي تكون مثلا يعني لجوء نسمي أو دعوة يعني لا تروح في سويسرا طب حدا يترك سويسرا و يأخذ قرار يضل تخيل أنت قاعد في سويسرا و تكتب من سويسرا شو رأيك؟ صحيح يعني هذا أول مرة يثار هذا الموضوع فعلا لكن فعلا عرض علي أن أكون مواطن سويسري في فترة ما قبل ربما خمسة عشر سنة لكن حسيت أنه من المستحيل أن أكون بعيد عن هذا الجو الذي أعيش فيه بعيد عن مناخي الكتابي لأنه يعني المسافة من فلسطين و من الأردن إلى أي بلد تاني هي مسافة كبيرة حتى لو كانت قصيرة و لا تنسى أنه يعني أنا كل حياتي عشت في الأردن و أحب الأردن و كتبت له الكثير كما كتبت لفلسطين الكثير فإذا كان مشروع الشرفات للأردن فمشروع الملهة الفلسطينية لفلسطين لم أتصور نفسي خارج هذا الحيز الكتابي الحيز المعيشي الذي أعيش فيه هنا و أنا أعتقد لست نادما على الإطلاق على هذه المسألة كل الاحترام كل الاحترام اشتركوا في القناة